اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه عادل ربطت الضبارة جامد يا عادل اه بتعمل تسلخات اه بتعمل تسلخات كان لازم اجيبلك المرهم بتاع الميون هو عمر حمد بيديكم مع كل ميون مرهم اه والله يلا فانو احنا فين دلوقتي احنا على البلاج كويس و ايه لقدامك ده ده البحر ايوه والسمك قاعد اقوم نهور اقوم لعلط ملعلط يلا ننزل نبالبط بقى شوية لا استنى ايه قبلي ما ننزل بقى ايه عايز بست åt لك سؤال ايه ثوية بتعرف تعوم ايدا ه aku ha ha! نعم! أنت كانت viternensi ولكنت ب tribesة! ما بعد ذلك... يبدو أن كنت أعلم أن المعلم! أنت تعلم أن لن appearances في حضرتك الراجل اللي بعد البراميل ده؟ اه في واحد هناك بيعومة اه ده انا يحرب عليك يا عادل انت بتعمل حلوة اوة شفت؟ عادل! نعم انت عندك طول؟ لا انا غرقاء طيب ما تقلقش هنازم نجيبك انا وانت يلا 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 في عينك اطعت ميوه ما يقول لك اطعت اقول لي نروح ادعى محمد ونقسم الميوه سوا هتا تستهبل؟ ما انا فاني ما عايز اثبتلك ايه؟ تصدقني من واحدة عيال صغارين وكل حاجة النص بالنص كل حاجة النص بالنص؟ كل حاجة كل حاجة ايه؟ اوكي اه اقول لي نعم لو انت بتحب واحدة انا فعلا بتحب واحدة لا بجانب هتاسأل عم محمد هو عم محمد ده عارف كل حاجة عنكم كده؟ طبعا ده عم محمد يا سلاة طيب افرد انك بتحب واحدة وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجة ده اه بيحب نفس الواحدة اللي انت بتحبها اوه اوه فيهم تاني اه ايه اوه اقول لي بقى هتقسموها بينكم ازاي اوه اه ايه السؤال يعني اوه 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 ومش اوه اوه وانت بتحب واحدة وصاحبك اللي بتقسم معاكل اوه بيحب نفس الواحدة يعني واحدة بحبها انا وصاحبي ايه طب ما نحبها فا يعني ايه ما نحبها بص الحب ده مشاعر ممناش يد فيه يعني هو يحبها وانا حبها وما فيش مشكلة عادي كده ايه نحبها والله اه طيب هتحبوها ايه عايزة تخرج شوية بقى البنت وتتفسى هنخرجها لازم هتخرجوها يعني ايه تمشو انتم معاها وهي في النص بقى ماشي كده يعني كل وقت في حتة لا اتى نقشها صح نقشها ونقشها دعنا لازم نخرجها في المعنكشها لا 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 تعنيها لا لا اتى نقشها بصوا حضرتك هم احنا لازم نخرجها لان هي ممكن تتهمني انا وصاحبي انا احنا بخلاء مش قادرين نعزمها مثلا على ليمونادة ليمونادة اسمها ليمونادة اتتابه متلى مكتوبة على العزازة وتقوله لي مونادة اي افندة طب يا زيدي خرقتوها وعزمتوها على ليمونادة اه عايزة تخرج بقى في مكان شعري كده وتبص وتسبل وتحب كده هنسبل لها فين بقى؟ هنسبل لها ايوة طاقة عادي يا فادي قصد دي مشاعر ما لديش يد فيها ما انا عارف انها مشاعر ما لكونش يد فيها وكل حاجة هنسبها تسبل من طرف واحد طيب خرجتوها وسبلتولها وكله بقى تمام جات في يوم قلتلكوا بابا جاب لي عريس مش عارف اعمليه ولازم اتخطب هنخطبها هنخطبها؟ طبعا يا فندم نحن حبناها وسبلنا لها وخرجنا معاها وبعدين نسبها هي بنات الناس لعبة؟ لا ما نصحش طبعا نحن جدعان قوي لا طبعا طيب قولي هتخطبوها ازاي؟ بالاصول عني اصول هندخل الباب من بيته ندخل البيت من بابه اهو يبقى في بابه وبيته وندخل لا الله طيب ودخلتوا الباب من بيته اه هتعمله ايه؟ هقعد انا وصاحبي مع بابه نعم هنقعد انا وصاحبي مع بابه وبعدين؟ ونقول له يا عمنا يا عمنا اهو احنا طلبين ايه بنت حضرتك اه ما اعتقدش الرجل هيرفض عشان انا وصاحبي من نتعيبش لا طبعا طبعا والبنت شريانة اكيد اه اكيد وابوها كاجول كده عادي يعني يعني اقول لك والله يا اولاد ما تتعيبوش عادي كده طبعا نفهم طيب خليني معاك للاخر مع حضرتك ودخلت وخطبتوها يا عم ايوه حلاص ركز معايا مع حضرتك كتب الكتاب لازم نكمل نص دينا مظبوط اه قولي بقى نعم مين اللي هيكتب الكتاب المأزون لا والله هو حضرتك محنطكش فكرة عن الجواز لا اول مرة اعرف ان المأزون هو هو اللي بيكتب الكتاب الحقيقة طب الحمد لله اديك استفدت ماشي المأزون كتب الكتاب اه مين اللي هيمضي على قسمة الجواز الشهود لا ايه ده يا حضرتك ما حضرتش افراحة قبل كده لا اول مرة اعرف ان المأزون بيكتب الكتاب والشهود يمضي على القاسيمة والميوب يتلبس البحر معلومات قيمة جدا الحقيقة الحمد لله انك قعدت معي الربع ساعة دول الحمد لله انه هم ربع ساعة ياريت تقعد معي اي طربة ساعة لا مش عايز انت ملخبطني خالص حاضر طيب هيحصل كده اه خلاص المأزون كده بالكتاب والشهود مضي على القاسيمة ايه ليلة الدخلة ليلة جميلة اه انت ؟ هاي بيه يقوا فيه ليلة كلها ايه بقي زغريط رأس وطبل وزغط ولغط لغط 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 يعني ايه زغط ولغط يعني ليلة كلها زغلالة ولا اطلاطة يا أخي بتقول المعاني بطريقة مش عامولة يعني ايه زغط ولغط يعني زغلالة ولا اطلاطة فهمت انا المفروف معايي ماشي خلاص لغط ولغط ه aston يعني ليلة الدخلة لغط ولغط طيب اه في ليلة الدخلة مين اللي انا انا وصحبي انت وصحبك ايه ضرزانات ايه انت مفهمتش السؤال ايه السؤال في ليلة الدخلة ملها مين اللي حيدخل عم محمد عم محمد ام الها نسيبه بره كده يا ابني هي ميوه ايه اللي عم محمد انت عايزنا نسيب المعزيم بره الفرح يا راجل يا ابني انت بتحب واحدة وصحبك بيحب نفس الواحدة ايه انت وحضرتك لين اندواخني والله لو حصل كده بجد انا مستعدة تنازل عنها لصاحبي ومخسروش تنازل عنها اه والله يا ابني انت سلبي جدا انا سلبي طبعا سلبي ليه طبعا حد يعمل كده برضو يا فنم قصيحنا افتقدنا دلوقتي معنى الصداقة مش كده يا حبيبي غلط قصيحنا في عصري سيء للعلم سيء ايه بس انت بغت بتركيبة غلط طب بص انا هقولك على حاجة نعم انت عارفني كويس اه انا عازب شديد صاحب اكبر محطة فضائية في الشرق الاوسر واتبقى برضو صايع ولفت الدنيا وكده وغاني وكل ونجم كبير ربنا يزيدك ماشي يا عم تفتكر تفتكر اه انا عارفت كم واحدة في حياتي لا طبعا حضرتك مقطع السمكة ودلها طيب اديك عارف قول بقى اضرب اي رخم انت عايزه يعني تلاقيك عارفتة قد واحدة واحدة اه ومقطع السمكة ودلها اه اه ومالا ما كنتش مقطع السمكة ودلها كنت عارفت ايه كعب جازمة ما حضرتك كنت عارفش حاجة عن اتجوزت ومعارفت السنتات ازاي يعني ايه يا ابني خلاص يا فنم عارفت تلاتة تلاتة اللي عرفتهم في حياتي تلاتة امك واختك وخالتك هم دول انا عرفتهم بالكتير قوي تبقى الداية اللي ولدتك داية انا امي مولدتنيش بداية ام الولدتك نهاية لأمك بتعمل حاجات كده في حد يولد ابنه نهاية يا برد انا ام والدتني ق réduية انا اكتشفت الفرق اللي بيني وبينك ايه بقى فرق امهات والله انت امة قيصرية انت امة قيطولية خلي ماما تشد حلها شوية شد حلها تعمل ايه يعني خليها تشرب لمونادة هو ده السبب يعني هو ده السر اه انت عرفت ان عرفت كم سبت في حياتي كم تلتمين ست ولسا عيش اهو قدامك اهو متين تسعة وتسعين ستة عيشنا احلى ايام حياتنا سافرنا وروحنا وجينا وصعنا وعملنا كل في دماغنا ايه الدلعة ده كل اه رقم تلتمية بس ملها هي الوحيدة اللي اثرت فيا اثرت فيك اه 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 اثرت فيا لهم انت كنت اطول من كده اه اه حضرتك صعبان علي قوي ده انت اللي صعبان علي يعني ايه اثرت فيا يا كنت طويل يعني ايه يعني انت تقولي بحبك 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 وفي الاخر مشيت معاها كده فاهم انا انت بتقول ايه وملعمت ايه اثرت في مشاعري يا ابنه في مشاعرك ايوه 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 فاكينام اسمها ايه فاكينام اسمي جميل ما يتحفظش لا اتحفظ وحبتها مش ادري اقولك حبتها ايه حبتها من كل قلبي حبنا بعض حب فضيع انا كنت لما في الوقت اللي حبتها فيها يعني كنت على قدي كده وغلبان ما كنتش عزب شديد زي ما انت شايفني كده عادي يا فاني اه عادي طبعا بس ساعة لما حسيت ان انا بحبها قوي ايوه قلت اتقدم لها حلو دخلت الباب من بيته اه بس من غير عم محمد مش مشكلة اه رحت الواحدة اه قلت لها باكينام تقبلت الجوزيني كويس قلت انت مين انت ابني مين انت اسمع عليك يا ندلي يا جبال ايه فاني بدأي وليه تسمح لها تقولك انت مين انت ابني مين انت شو عليك يا ندلي يا جبال تسمح لها ليه فاني بحيس بل اصرح ولا نيل بقى الله يخرب عقلك هاني ايه دفشيه 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 ايه دفت بجد دفشيه يا مقرب يا مقرب ان شاء الله صلى الله صلى الله صلى انت فعلت شوية ما تنفعاش في وشي وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني ما تستهبلش والله ايما خدوا مني تفافي بعل فس اسكت انا بكره الحريم وانا بكره اسرائيل وانا بكره اسرائيل وبحيب عمري دي ايه بخارة لا والله انا سفاح النساء شهريار اكتر من شهريار شهر اغسطس شهر اغسطس شهر اغسطس اتحتناتني يا ابني مش اغسطس ده اكتر من هيار هيار ايه انا عايزة موت كل الستات تموتهم ليه؟ والرجالة كمان كمان والموقع هذا بقولك ما فيش حاجة اسمع لحب ولا صداقة لا في صداقة لا فيش في صداقة بيني وبين صاحبي مفتيح بطل ايه دي بقى مش حلو على المنطقة يعني يا فندم ده صاحبي يعني ايه؟ ما ليش في الدنيا غيره اه انا بس اشتقت عليه مسافر مسافر وبعد عني ارتاح من خلقتك الله يسمحك امان انا كل اللي مزع عني اه اني اما بعتله جوابات مردش علي والله ايه؟ ايه يا فند الثاني واذا الحيوان ده مايردش ده العنوان واضح جدا لندن الدور التاني طب ما يمكن يكون عزل يكون رحفين لندن الدور الرابع طب يا فاني ما عندكش حد مسافة ما عنديش ما عنديش ما عنديش انت عدموتني اصلا انا اشتاعت على صاحبي نفسي اشوف مفتاح نفسك تشوف مفتاح ايوة اوي اوي جدا اي مدلية مفتاح بص على المفتاح اللي فيها بوصوا وحطوا في جيبك تاني حضرتك بتتري على صاحبي اه بتتري على صاحبي لانه صاحبي ده قيمة بالنسبالي والله طبعا يا فندم ايه القيمة بقى ابن ناس ومن عيلة ومن اصل والله طبعا يا فندم يا ترى الاستاذ مفتاح بقى من عيلة مين من عيلة كلون باشا من عيلة كلون باشا اه ده عمه كلون باشا ما شاء الله يارد تقولي بقى عمه ده كان كم سكة علشان نعرف بس قيمة العيلة يعني لا الحقيقة انا مش عارف اي حاجة عن عمه غير انه كان عنده اربع عيال اه ربهم احسن تربية ما شاء الله علمهم احسن تعليم الله 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 اتنين طلعوا مهندسين واتنين مدينة نصر شفت يا فندم العائلات والتربية والتعليم اتنين طلعوا مهندسين واتنين مدينة نصر ما شاء الله ما شاء الله طب يا اخي تعلم منه وشوف لك عيلة لمك بدل ما انت صايع كده ما علش انا عزرك انا عزرك فيه عشان مش عارف عيلتي ايه عيلتك ده انا عائلتي كلها محافظين عائلتك كلها محافظين انا عم محافظ في الغربية محافظ ايه ده محافظ على صحته انت هرستابل يا فندم ده من نوع الوسويس اللي يغسل حاجة تلاتين اربعين مرة كده قبل ما يكلها والله تعرف اللبن اكيد عارفه كان يقعد يدعك فيه كده تحت الحنفية ليه لغاية لما الابيض اللي فيه ده يروح خالص وبعدين يغليوا ويشربوا بقى ماشا ده كان صحته هايلة محافظ في الغربية والله محافظ في الغربية كتخيبة انت وعيلتك وعمك وكل الناس اللي تعرفهم كلها انت عادوا تهزق فيه كده انت ده انا هبهدلك ليه يا فندم انت ما انتش عارف انت عامل ايه ده انا هقطعك ايه الزل اللي انا فيه ده ماجل اسكت معلش مصير اقول قاسا ايه جي ويه خلصت من الزل اللي انا فيه مصير مين يا اخويا ما هم الاتنين واحد انا بطلعه بقول لي يا قلقاسا علشان من النوع اللي جسمه مدكوك كده وطلع له دماء في قد القاسا والله اه وبعدين ايه تلقيمة زفلة كده يتكعور في اي حتى ما يموش اه ما حاش يقاف يمسكوا اه وات صايع كده ابن حنت مش برطة زيك الله هو اكبر بسم الله ما شاء الله حضرتك فتن 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 علي ايه مش عرفك ان انا برطة انت فرحان انك برطة طبعا لا pół给كو طبعا ده برطة دي حاجة جبيلة جدا ده اسمي منذ الصغر بروطة اه يعني مش فهم يقلك ما يتزعب في بروططة يعني منذ الصغر اكيد كنت كاسلان بيقول لك يا بروطة لا يا فندم ده ان يقول لي يا بروطة انت عارف con بروطة يعني ايه بروطة يعني واحد嘛ионك اوط بال lidtور كده کاكرا كده لبرا esta واحد كده كاسلان وقعد بروطة كده كده بروطة ما بيعملش حقاً من اللي قال حضرتك المعلومات دي؟ والله أنا عارفين بروطة يعني كده والله ده أنا مكسوف لك والله مكسوف لتحجنني يا ابني يا فامني بروطة دي حاجة جميلة جداً بقولك اسمي منذ صغر يلا 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 تنش عارف يعني بروطة إبشي يا فامني بنت حضرتك لديش عارف يعني ايه؟ طب عرفني يعني بروطة طب أقولك بس ما تجيبش سير الحد؟ لا مش هجيب سير الحد بس أن ممكن تحسد أضحقد تحسد تضحقد؟ آه لا ما تخافش ما حاشي هيحقدك طب هقولك بس يبقى إيه؟ كلام بيني وبينك خلاص أنا موافق طب تعال هاجي فيك تحلق سنين ايه ده؟ لا ما انا هقولك بيني وبينك طب أعوة طيب ايه ولا ايه ولا الهي؟ لا والله ايه تحتاج؟ لا ده أنا خاطئ لازم الكلام يبقى بيني وبينك طب أقول كده لا أحسن ممكن هتحسد أضحقد أنت مجنون نعرضك لا ما عليش مجنون ايه هلم؟ لا أحسن خاطر ايه هامي ايه هامي انت عارف اني بداي من كده بقى ما تدينيش لا والله ايه ده؟ انت مجنون؟ ما عليش انت يا ابني اوه همتون كده عشان خاطر بقالك ايه؟ يا رب يا رب باباك يبقى ضابط يا رب تعالق تعالق فاني استحبالي ايه هامي انت بتلبس خلاص ما تعصبنيش ما تعصبنيش دعيك سرلك يعني ايه؟ خليك من نوع سرلك ششيشن كده سرلك؟ اه اه بس اقول لي حضرتك اتفضل قولي بس ايه؟ عشان انا بس اقلان الحيطان ليه هودان ومحدش ركب له حلقان ودي مشكلة انا هقولك ايه؟ لا ما تقلاش حركب له حلقان خلاص اتفضل بقى قولي ايه بقى بروتة ايه؟ اه بس نجيب لي سير بس انا امي اه ستة عظيمة 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 عظ في ايه بس؟ أمي قال للعظيمة مامتي في ريال هي أعظم عظمات الستات يا سلام يعني عشان ماما في ريال تبقى أعظم عظمات الستات؟ طبعاً لو مش عظيمة تتبقاش في ريال أمي لتبقى ايه؟ تبقى في عشرة ساخ في الشيليند في ساديكاً تبقى ماما في ريال أمك بتنزل بترن كده في ريال انت عظيمة انت متعرفش عظمت ماما قد ايه؟ لا ما خلاص عارفنا انها في ريال لا انا اقول لك انا اقول لك عظمات ثاني برضو تفضل قول بس انت متش عالف انت في ركاهن ماما دي عادية كده؟ لا عادية دي عظم عظمتني في ريال عظم عظمت الستات اه في ايه بقى يعني حوالي امي قبل ما تولدني ايوه كانت حامل سي عظيمة لا ده عظم رسمي والله عظم رسمي شوفت؟ قبل ما تولدك كانت حامل فيك لا بس ما تجيبش سيرة لحد لا مش هجيب سيرة ده سر فظيع ويعا ايه ويعا؟ احنا كل امهات قبل ايه ايه؟ 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 انا جبت سيرة امهات تانية مش بتقولي ان امك قبل ما تولدك كانت حامل فيك ايه؟ ايه؟ خلاص انا امي لا قال لي ما جبت سيلي الستات تانية هاتلي ستة في الدنيا كانت حامل فيها غير امي مش هتلاقي ايه؟ والله اتحديك لا طبعا تكسب في التحدي ده يعني لو اي ستة حامل ماشية في الشرعة او لها انت حامل في عادل هتقولي لا شفتي يا فاندر يا سلام على مامتك في ريالدي عظيمة 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 اعظم عظمات الستات بصلا مش كنت ازهام منك انك بتحضني؟ اه حنتحر احضني يلا قولي انت فكرك امي اه ازاي بقيت الامهات؟ او هللا مسلا حاملها زي بقيت الحملات؟ حملات ايه؟ يعني حاملها مختلف؟ طبعا مختلف اعظيمة يعني ايه؟ يعني واعظيمة يعني كل الستات حامل من بطنها كده؟ امك خاملة من رائبتها؟ واء رعابتها تكبر 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 وتمشي في الشارع كده بقى وبعدها تقول اه تقوم جايباك من ودنها مثلا ايه اللي حملها مختلف ده ايه يا فني ده انت غريب ايه او اصلا انت بتقلل ليه من عزمة عزبات امي ما انت بتقول كلام غريب برضو احادي ايه اللي تكبر تكبر وبعدين اه اه يا زرافة وهي الزرافة حامل من رعابتها يا ابني اسمع ان هي وساد ايشتر بيعملها حركات مش مزبوطة ليوندور لا الله يا فني ايه بس اقول لك يا فنة اه اتفعدنا لقول اصلا انا اه امي لما كانت حامل فيها ايوه ما كانش بطنها كبير اما كانت ايه طويلة طويلة اه لا يا العاجل اما ليه يعني كل الستات بطنها عاملة كده الستات ماما بقى بطنها عاملة كده ايوه لقدام كده ايوه اما كانت حامل في مدخنة والله وانت نايم جوه كده بقى مش كده صرف حايلة ولو تخش على زحمة بقى بطنها الطويلة دي اه واسع ايوه ولا ايوه ولا ايوه اكيد حضرتك شفت ماما في ريال لا شيء متوقع الحقيقي اه ايه دي هاي طيب اقول لي بقى نعم ماما بقى اللي حاملها مختلف بطنها الطويلة دي اه 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 لما كانت بتقعد في البيت بقى يعني كانت بتقعد ازاي يعني البطنها دي كده اه 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 ماما كانت بتقعد مسلا على الفوتل في الصلاة اه كان لازم نفتح باب الشقة عشان بس ايه لان الصلاة عندنا كنزة شوية يعني فيها كنازة اه اه فتفتحوا باب الشقة لازم عشان بطن تاخد راحتها بس الله يعني انت اخباتك بقى تقول لكم يا اولاد انا هقعد في الصلاة اه فتشيلوا بطن اماما بقى شيلوا قدامي على كده 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 وترمي بره باب الشقة اش كده بيحصل اه اه ولو ناس بقى جايين يزوروا ناس اللي فوقيكم ايو طلعين عالسلم يلاقوا بطل في ريال يعدوا ايه مو طلعين عادي كده ايه كده ايه بس لازم قبلها نخط فردة كويتش قبل بطنها اه عشان ما حدش بس ايه يخبط في بطن اماما طب زيادة حرصة بقى بولعوا في الكويتش ده عشان تبقى باينة ممكن نبقى نعمة في حد الجديد بقى طيب قولي بقى نعم لما ماما بقى بتقعد كده اه عايزين بقى نخش في مرحلة اليوم النوم اه لما ماما حب بتنام بقى بتنامها الطويلة دي بقى اه بتنام مع السرير بقى وتقوم مألوبة على جنبها كده لا انا امي ما تنامش على جنبها انا امي عظيمة بتنام على ضاحرها وبطنها تبقى تلعه كده كده بتنام على ضاحرها وبطنها الفوك يه في الشموخ والله طبعا كان بتنام في اين كانتنام في المانور المانور اه عشان البطن تاخد راحتها اه المانور مفتوح بقى للسماء كده طبعاً ما شاء الله اه وبالليل بقى يخش حرامي على المانور وبعدين عايز يطلع يوم قافل شباطنا ماما ويبدأ يطلع 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 ويقوم داخل عشان يسرع طبعاً يا فاني اصلا الحقيقة يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور ما كان يجي يكشف على ماما كان يتوتر اكيد ده كان يتعالج نفسياً بسبب ماما الله يكون في عونه كان بيكشف عليها يا نيمة في المانور اه طبعاً يعني اتبقى نيمة كده وبطنها طلع فوق كده دكتور يطلع بقى فوق السطوح ايوة عشان يكشف على ماما ايوة يا حط ايده بس يا دابك من فوق السور كده ايوة مادام ايوة الأخبار يا مادام وانت واقف جوه كده ايوة والله عزيم عزيم والله ايوة الدكتور ده كان بيتعالج نفسياً بشكل غير ده ده انت عارف اعراض الحامل عند الماما طبعاً مختلفة ليه بقى كل الستات اللي بتبقى حامل تقولك اه حاسها بدوخة لا ده الستات والدكتور كان يجي يسألنا الستة دي بالدوخ نقول له لا اه كان يعمل ايه يكتب لها على مراجيح مراجيح اه يكتب المراجيح ويقطع رشيتة كده والله اه والله ونحن ناخد ماما ناخد ماما نوديها الملاهن دواخها ونرجحها تاني ما شاء الله يقول لك ده مهم عشان صحة الجنين اللي هو انت الجنين يعني اه امي لانا تنين ولا ايه لا ده انت جنين وسيد الجنانين كلها هذا الدكتور قاعد يحالك في الماما يعليك في الماما اه لغاية لما جاي هه اليوم التاريخي ايه انيي شي على عرف بات اليوم التاريخي بقى يوم الولادة لا اه وما يوم الطلق يوم الطلق هو حضرتك ما اسمعتش عن طلق فيريال هو طلق فيريال مشهور كده حضرتك ما قرت شي تاريخ لا الحياة ما عرفش إن طلق ماما نزل في التاريخ طبي ما شفتش حدثة في مثل هذا اليوم الستة عشرين عشرة لا مجال؟ لا محصل لي الشرق يا بندن ده أنا أم الستة الوحيدة اللي جال هتطلق بعد الولادة ماذا؟ جالها هتطلق بعد الولادة؟ بخمس سنين وانت كنت فيه؟ انا كنت في كيشي وان يعني انت في المدرسة؟ وماما بتطلق فيك في البيت؟ ما شاء الله يا ستة في الياه ستقول لك على يوم الولادة؟ اه، ريف سعر ده الدكتور قاعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولادة اللي في العالم فشل فشل؟ طبعاً اعمل ايه؟ انتحر ارتاح بعدنا جبنا دكتور كتير عشان تولد ماما وتعالجها؟ اه انا ملاقي انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده رجال الاسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل عملوا ايه؟ كانوا قاعدين راحين يشيلوا في الدكتور يشيلوا في الدكتور خلصتوا على دكتورة البلد؟ يا فن ابن السدى اللي انا تولدت فيها كلية الطب قبلت من عشرين في النية ايه؟ اوكازيون مجمية في ريال هايل والله من عشرين في الميان والحكومة طلعت بيان وانقبت الأطباء الشاجبت اه وامي قالت ايه ده؟ اه انا مش عايزة حد يولدني اه انا هتصرف عملت ايه بقى؟ عملت كده يلا يا عادل يلا يا عدفسرين يا عفو اشتركوا في القناة